طال انتظار محمد المولي نحو عامين قبل أن يتخذ القرار بالزواج من ابنة عمته التي لجأت معه كان يفضل أن يزفها في سوريا لكن الأحداث هناك حالت دون ذلك كما يقول العريس هناك بلدي وأهلي هناك وكلنا هناك على الفئة كتير من هناك على هناك العريس ما بصير ما بنعمل هناك مثل هيك وشوفت عينك نشح كتير لم يكن هذا القرار بالسهل ففي العراء ومن قلب المعاناة انتشل الفرح مأساة اللجوء عندهم تحولت إلى مناسبة تجمع ولا تفرق انتصروا على الجحيم والدمار وعلى الموت والخراب ليصنعوا مشهدا من الوئام في زمن التشتت ولعل الأطفال أفضل من يعبرون عن هذه الفرحة فيما الضيوف يتوافدون إلى الزفاف في هذا الكوخ من التنك غرفة العريسين أقصى ما استطاع تقديمه العريس لعروسه وفق ما يشرح عم العريس الغداء والزفة وحدهما يخرقان الحزن البادي على الوجوه لا تكتمل الأفراح بعيدا من الديار والغصة لا تفارق الجميع لكن العادات والتقاليد أغدقت على العريسين بهدايا الأقارب والأصدقاء والجيران على حد تعبير أحد الأصحاب لدواع اجتماعية احتجبت العروس عن الصورة وكاميرا اليوم احترمت رغبة أهلها فيما كان باديا إصرار الجميع على عدم التعبير عن الفرح طالما استمرت الأحداث تمزق أرجاء الوطن وليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة طرابلوس